كما كان لنا الشرف أن نحضر لتظاهرة في ساحة السلام بجنف ضد تجنيد الأطفال ونحن نرى ذلك إيماننا الراسخ بمحاولة الضغط الإديولوجي المنهج من طرف غادة البوريزاري ولدى الأطفال وكذلك نرى على أن الأطفال والنساء والكهول هم أكثر عرضة في هذه المخيمات ومنذ أيام قليلة فقط تم الإعلان عن قتل أحد أبناء هذه المخيمات وهو بن وليد الصحراوي وكان رفقته كذلك أربعة من أبناء هذه المخيمات وهناك مجموعة كبيرة من الشباب اليائس والبائس المنخرط في الجماعات الجهادية هذا نتيجة الشحل الإديولوجي في سن الطفولة والسن المراهقة ما يودي هذا الشباب إلى الانخراط في الجماعات الإرهابية ونحن نقول دائما على أن صلحة المخيمات تيندوف هي مركز تفريخ للإرهاب والجهاديين وهذا نحن اليوم نطرق ناقص الخطر ونناشد المنتظم الدولي لوضح حد لهذا المشكل وبصفة سريعة لأن إذا كان اليوم قتل أبن وليد وأربعة آخرين سنشاهد عدة مجموعة من الشباب من مخيمات تيندوف الذين سنخرطون إلى محال في هذه الجماعات الجهادية وهذا أقول وكرر نتيجة عن اليأس والبوس داخل هذه المخيمات مشكلة سياسة ما بين المغرب والجزائر ليس وليدة اليوم وكانت الأمور السلبية دائما منطرف واحد من قطع العلاقات هي الجزائر المغرب لم يقاطع العلاقات من أقفل أجواء أمام الطائرات والملاحة الجوية المغربية هي الجزائر المغرب لم تفعل ذلك ولكن في النهاية في النهاية في النهاية كما يقال مايصح للصحيح نحن كمقاربة متمسكين بحسن الجوار نحن كشعب مغربي نحب الخير وكل الخير للشعب الجزائري ونأمل أن تكون الجزائر دولة قوية اقتصاديا ورائدة في المنطقة عكس ما يحبه الجنرالات الجزائرية لنا نحن ليست لدينا مشكل مع الشعب الجزائري ونحن نرى اليوم الشعب الجزائري عبر وصائل التواصل الاجتماعي يعني منتفض ضد هذه قيادة الفاسدة والهرم المنتهد الصلاحية ويعبرون دائما حبهم للشعب المغربي نحن نشاطرهم ذلك نحن قيادة وشعبا وخاصة نحن رأينا الخطابات المتتالية لصاحب الجلالة والذي دائما يعبر عن النية الحسنة تجاه الجزائريين يد السلام ممدودة وقال جلالة الملك ونقول نحن كشعب وكفعالية مجتمع مدني لم ولن ياتي للجزائر شر من تجاه جارتها المملكة المغربية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله ونحن نريد من قادة الجزائر أن يعلموا علم اليقين أن الشعب المغربي يحب الشعب الجزائري وسبغ يحبه دائما ونحن كفعالية مجتمع المدني نطالب بما يطالب به الشعب الجزائري وهي مدنية ولا عسكرية عندما تكون الجزائر دولة مدنية دولة مؤسسات دولة أحزاب حينها ممكن الحوار ممكن نحن لم نعمل سوء أبدا للدولة الجزائري الدولة الجزائري هي من جندت الدولة الجزائري هي من مست من وحدة الطراب من الملكة المغربية الجزائري هي من دعمت ودججت الإخوار المقاربة في الأقارب الجنو يعني في المخيمات تندوف من أجل الصراع مع إخوانهم المقاربة اليوم نتمنى منهم على أنهم يدخلوا في عين الصواب وأن ينخرضوا مع المنتظم الدولي لإيجاد حل واقعي لمشكلة الصحراء وإن المغاربة ملكا وشعبا متمسكين وسيظل متمسكين بوحدتهم الوطنية والطرابية أبا من أبا وكره من كره ولا يمكن تكون حلال عليهم وحرام علينا نحن من حقنا المشروع من حقنا الإله من حقنا كمغاربة أن نطالب بوحدتنا الترابية والوطنية وحقكم أنتم كذلك أن تطالبوا بوحدتكم وأمنكم واستقراركم ونحن من سيفرح الأول بأمن واستقرار ورفاهية الشعب الجزائري ونتمنى على أن يتقاسموا معنا نفس الحب ونفس التقدير ونفس الاحترام رقم الضربات والضربات والضربات التي أرادت الجزائر أن تضرب بها المملكة المغربية ولكن المملكة المغربية أقوى من أكثر أي وقت مضى متماسكة ملكا وشعبا اليوم لله الحمد نحمد الله على نعمة الأمن التي نتمتع بها في مملكتنا الحبيب وخاصة في قاربنا الجنوبية نحمد الله على مكانتنا الجغرافية وعلى مكانتنا الاجتماعية وعلى مكانتنا الاقتصادية وعلى مكانت دولتنا على المستوى الدولي والعالمي في جميع المجالات الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي نحن محبين للسلام ورعاة للسلام سنبقى دائما محبين ورعاة للسلام لنا وليغيرنا شكرا